موسيقى بدون حرمان يا فقدان الوزن بدون حرمان إيه الموضوع حقيقة حقيقة إلى حد كبير جدا حقيقة نتكلم على كلمة حرمان فيه عنواع حرمان كتير فيه فرقة مثلا بين حرمان إن حد مجوع نفسه تماما وفيه حاجة اللي هي حرمان إنك مثلا ما بتاكلش بيتزا كل يوم أني حرمان فيهم أصدق الحرمان اللي إحنا الديتز الصحيحة إن طبعا أنك مش تاكل بيتزا كل يوم بس نفس الوقت أنت مش معز بنفسك هو ده التفكير أو الحاجة الغلط اللي منتشرة في مصر إنك دايت يعني حرمان يعني جوع يعني الكلام ده كله هو ده للأسف هو مش حقيقي يعني هو أنت مش محتاج إنك تجوع نفسك وتبقى كارح حياتك والكلام ده كله عشان تخس يعني مش محتاجة كده خالص الملق الواحد لما يعوز يخس مش يحرم نفسه من الأكل عشان يعرف ما هي دي بقى هي يعني هي الفكرة في الاستمرارية إنك دلوقتي الموضوع مش إن أنا دلوقتي مثلا إن عايز أخس فأنا خلاص هوقف أكل هبطل أكل كل حاجة وروز ومكارونا ومش عارف إيه عشان بس أخس بسرعة وبعدين أرجع لما أرجع أكل تاني عادي أزيد كل اللي خسيته تاني هذه الفكرة إنك يعني عشان تخسل الوزن ده المفروض الموضوع يبقى يعني كأنها حاجة مش حتتعمل في شهر وخلص أرجع أتخن تاني عشان الصيف مثلا لا الموضوع ده حاجة حاجة أنت مفروض تعملها لحياتك عموما يعني إنك على طول خلاص متعود على دايت اللي أنت بتعمله أو على النظام الغذائي اللي أنت ماشي عليه مش كلمة يعني بلاش نقول دايت نقول نظام غذائي على حسب احتياجات جسمك وعلى حسب الكلام ده كله فالموضوع بيبقى مريح بالنسبها لك يا عمر لما أحب أخس أخس إزاي وأحرم نفسي من إيه ما تحرميش نفسك من أي حاجة من هذه الفكرة إنك هتخسي بس من غير متحرمي نفسك من أي حاجة يعني أديني كده يا ديني مثلا إنه هو دلوقتي المنتشر في مصر أو المنتشر عموما عند كترة الدايت العادي اللي هي الدايت الورقة ده أنا في نظريتي وفي نظرية كل الناس يعني اللي جاية دلوقتي جديدة في المجال ده غلط يعني دي مدرسة غلط هايزعله منك قوي هايزعله بس هو للأسف داك كلام هايزعله بس هو للأسف داك كلام هايزعله بس هو للأسف داك كلام والأسف الفكرة اللي بيتعامل دا بيؤدي إلى إنك بيسببه مشاكل للناس دي في حرقها وكده فلما يجيلي بقى عشان عايز يخس معايا ببقى مضطر أنا مثلا مش بدق من صفر وبخس لأ أنا بدأ من ناقص 100 وبصلح الأول عشان نعرف أخس أيها عمر بس إيه إزاي إزاي أنا أخس بدون حرمان يعني يقول لي لو واحدة الوقت بتتفرج عليك وهي الوقت عملت اللي إنت بتنبه منه أو راحت للدكتور إدها ورقة تمشي عليها وخلاص وحرقها بوز أو كذا تعمل إيه؟ لو حرقها بوز ولا قبل ما حرقها بوز قبل ما حرقها بوز قبل ما حرقها بوز هو كل بساطة زي ما بقولك برضو مش كل واحد يعني يعني الدايت اللي يمشي معايا ما يمشيش معايا كمسلا أنا مثلا واحد أو واحد مثلا عنده 40 سنة ووزنه 100 كيلو أكيد مش يمشي على نفس الدايت اللي بنت عندها مثلا 20 سنة ووزنها 50 كيلو ويتمشي عليه؟ طبيعي يعني فهو في حاجة اسمها معدل حرق البني آدم معدل حرق البني آدم ده بيعتمد على سنه ووزنه وطوله وولد ولا بنت وفي نفس الوقت على التمرين اللي هو بيتمرانه فده انت بذلوقتي بيتحسب الكلام ده بيتحسب اللي هو اسمه البيئة مقارة أو معدل حرق ده بيتحسب وبيتضرب في الرقم تاني اللي بيطلع ما هي دي الفكرة بقى ان هي الموضوع مش عشوائي الموضوع مش اللي هو انا ضايت يلا تاخد معلقتين رز مع قطعة فراخ مع مش اعرف ايه على الفطار وصمر اتفكه بالليل ومتاكلش بعد الساعة كذا وخلاص ده المدرسة القديمة الغلط اللي هي زي ما قولك هي بتخسس وخلاص بس نفس الوقت بتسبب مشاكل تانية الناس ما بتحسش بيها فانت بكل سهولة اللوقتي في معدل الحرق ده بيتحسب وبتعرفي اللوقتي انت حرقك قد ايه المفروض وعلى كل شخص ده يعني كل معدل حرق بيطلع للشخص المفروض ينقص منه حوالي خمسمية لسبعمية سعرة مثلا وبس كده وهو يلاقي نفسه بيخس بريت جميل جدا ومن غير ما يبقى سعبان ومن غير ما يبقى ما بيقولش اي حاجة اقسم بالله ما فهمت كلمة من اللي انت قلت يا عمر مش عارفة انا على هوة بس انا مش عارفة اصدق يا عايزة اسأله السؤال هو هو تاني يا بنت هسأله ازاي لا اقوله هاوله وقلصنا يا بصت خليك بصيت والنبت شطورة عليك ربنا هي مش ماز هي متعدة لوحدها يا عمر لو سبعت انا النعار ده واحدة جاية لك عايزة تخس تمام طيب تمام انا يعني في العادي اللي بيحصل انا ببعطلك فورم بتمليع فيها بقى التفصيل انا بحتاجها منك اللي هي هي بقى سنك وزنك طولك بتتمرني او لا بتتمرنيش الكلام ده كله الاكل اللي انت بتحبيه والاكل اللي انت مش عايزة في البلان يعني دي برضو النقطة دي بقى النقطة اللي هو ايه الاكل اللي انت بتحبيه والاكل اللي انت مش عاملك بلان وانت اصلا ما يعمر ما طبيعي طبيعي لان انا هقولك الاكل اللي انا بحبه هو الشوكولتة المحمر البانية البيتة الروز ما بقولك ما اسكالي قدبك في الاول في فرح حرمان عن حرمان ما بقولك في فرح حرمان عن حرمان انا بتكلم في الطبيعي اني انت هتبقى بتاكل يعني اصفي دايتس تقولك اللي هو مدرسة بقى اللي هو هتقطع كربوهايدراتس تقطع ناشويات خالص مفيش رز مفيش مكارونا مفيش شعيش كلام ده كله يعني الكلام ده كله فيه دايت بتعمل كده وفعلا الواحد بيلاقي نفسه بيخس بسرعة جدا عشان هو قطع نشويات فيلاقي نفسه خس بسرعة ويبقى مبسوط بس لما ييجي بعدها يبطل دايت ويرجع يكون نشويات تاني لزاكيت ودايت بالضبط مثلا يعني فيه دايت كتير بتشتغل بس هو أكتر واحد صحي وأكتر واحد أنت مش محتاج تحرم نفسك من حاجة وكلام ده كله اللي هو الاسم الكلري دافست أو العجز في الصعرات عجز في الصعرات عندي عجز لأنه لما قد يا عمر يسألني يقولي بتعملي مالك أقوله عندي عجز حتى الصعرات عملتوله عجز يعني بقى نشويات مؤقدة وقبل كده جم خاين ودلوقتي عندي عجز في الصعرات احنا تعبنا معاكم على فكرة بس هي بقولك عجز في الصعرات دي أسهل حاجة قولي بقى العجز في الصعرات ده بمعنى زي يقولك نحن الوقتي كل شخص على حسب أرقامه مثلا بيبقى سنك ووزنك طولك كذا فمانا فيه يعني بتتعمل حزبة كده نعملها أعملها لما دي بيبقى يعني كالكوليتر أو حاجة مش أنا يعني مش أبليكيشن سهلة اهو كالكوليتر يان تري اهو اتفضل كالكوليتر اهو بس في نت اه في نت اه يعني شغال قصدي ماشي اه ماشي تبع على جوجل بس بي أم آر كالكوليتر بي أم آر اه كالكوليتر كالكوليتر اتفضل ها اقول اقول اعملك اقول اتفضل يا فاند بس ها جاوبني وانا هقولك على طول ماشي قصدي سألني وانا قولك اي جاوبني وانا قولك ها ها يعني هو البيزيك الحاجة التي تسأل عليها اللي بنعرف منها هو السن والوزن والطول واحد واربعين ماشي طولي مية تارتة وسبعين تمام وزني واحد وستين ماشي اهو كده الكالوري سبر دي اللي محتجيها الف تلتمائة خمسة وعشرين كالوري كم؟ الف تلتمائة خمسة وعشرين ده معدل الحرق العادي تمام؟ اللي انا متخنش عليه بس ما هي دي النقطة المعدل الحرق ده 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 اللي هو معدل الحرق كنت لو صحتي من نوم كده فضلتي قاعدة في السن ومتعميش على حاجة غير بتتنفسي فالرقم ده بيتضرب في الرقم تاني اللي هو بحركتك بقى على مداري اليوم لو بتتمرني والكلام ده كله في الرقم ده يعني الحد الادنى للسعرات الحرية بتاعتي انا على سني وطولي ووزني بزبط كده الف تلتمائة خمسة وعشرين بزبط لو بصيتي تحتها هتلاقي مكتوب ايه مدرت اكتيفتي او لايت اكتيفتي او الكلام ده هتلاقي ان الرقم زايد اه اكسرسيز اللي بيتمرم من اه من مرة لثلاث مرات في الاسبوع يبقى ليها الف وتمنمية اتنين وعشرين بالزبط اه صغر حراري لو انا بتمرم من اربعة الخمسة ده طبعا اه من واحد لثلاث اربعة الخمسة الف وتسعمية وواحد واربعين لو تمرين كل يومي بألفين اربعة وخمسين وهكذا طيب خلينا نتكلم في الاقل حاجة لو انا يا سيما بتحركش خالص الالف وثلاثمية خمسة وعشرين دول اكلهم ايه اي حاجة بقى يتقسموا بقى ما هيدي الفكرة انهم يتقسموا طبعا على حسب احتياجات الجسم ايكو على حسب ايه الهدف بتاعك افرد انا عايز ايه اكل واجبة اللي هي بتاعت المحلات دي خلاص اللي هو الصندوش اللي هو قد كده ده بطاطس محمرة وحاجة ساعة اي حاجة ساعة نبدلها من اللي مفيهاش صغرات حراري ايه اللي هي مفيهاش السكر اللي هي بتبقى زيرو كالوري زيان في العاية حال فدي اول نقط السكر نبدلو بحاجات برضو اللي هي المسويتنرز والكلام ده زيرو كالوري برضو حال اللي هو صفر صغرات حراري ايه مفيهاش صغرات حراري خالص حال فدي اول نقط النسبة بقى للأكل نفسه اللي هنأكله ما هيدي بقى بتتقسم على خلاص احنا هناخد يعني الواقم اللي اطلعلك اللي هو الف وسبعمية وحاجة ده ده بنخسم منه فرنجر 500 لسبعمية كالوري في الوجب لا في اليوم هو ده اللي مفوض للرصرات التشرك في اليوم اه احنا بنخسم منها حوالي 500 وكده احنا عمليين عاجز في السعرات يعني كده احنا المفروض يعني لو انت كلت اللي هو الف وسبعمية وشوية ده ولا وزنك هزيد ولا وزنك هقل دي سعرات السبات بتاعتك لو انت كده حل خلينا الالف وثلتمائة خمسة وعشرين دول لو انا كلت الف اخف؟ دي الفكرة نهي ان احنا مجم نتكلم على 1350 احنا نتكلم على اول رقم تحتها اول رقم تحتها 1590 ده اللي هو لو متتمرنيش خالص ده اللي هو بـ اللي هو بتحرك اصح استحمى انزل اروح الشغل مش عارف ايه بالضبط الحركة العادية في اليوم فهي 1500 تخصمي من 1500 500 كالوري فتاكلي مثلا 1000 وشوية فهو بيختلف من واحد لواحد لو انا عملتها مثلا هتلاقي الرقم طليلي 2000 وشوية اهو انا هو فهي بتختلف من راجل ست او من السن والوزن والكلام ده كله ده اللي بيأثر في الاخر على الرقم ده وبيطلعها واخش جيب السعرات الحرارية الاكل بقى سعرات الحرارية ده من ايه جوجل بقى يعني جوجل كده كده فيها يعني انا كالبلانز انا بعملها انا خلاص انا عندي يعني انا عندي خلاص فايل في كل عارف انت فاهم بقى كل الحاجات اه خلاص وانا بقى واحد مثلا يجي يقول لي بحسب له الحزبة وخلاص انت بتاكل كذا ايه الاكل اللي انت بتاكله والاكل اللي انت بتاكلوش وعالاساس ده البلان بتتقامن فهي الفكرة كلها زي انا بقولك عشان الاستمرارية ان هو يبقى فيه طب انا سمعت الحاجة سمعت ان انا ممكن اعمل اللي انت بتقوله ده بس لسه ادخن او يبقى عندي حتة بطنة حتة الدرقة بتاعشان فيه اكلات بتساعد على تكوين الدهون في المناطق معينة في الجسم لا مفيش يقول لا يسميها اكلة يعني ما فيش مسلا لو كنت رنجة مثلا رجلي هتزيد ولو كنت مش عارش مش الرنجة بتبقى بتنفخ الجسم بيها ملح فهي مان هو الملح اموما بيزود الحبس المغ фотقسم بالزبط فهي دي الفكرة بس هو ام ام اقلي مش هتخزنها في بطنك وحاجة تخزنها في دراعك ماذا تفهم ما هي هو الاكلة اموما بيخش مش مفيش اختيار مفيش اختيار ا هو هتتخني من ين فهي دي الفكرة عشان كده الناس عموماً لما بتمنعي نشويات بتخسي عشان هو النشويات بتمسك يعني كل جرام بيخشرك نشويات بتمسك قدامة 3 جرام مية فهو عشان كده يعني عشان كده لما بتاكي نشويات بتلاقي نفسك وزنك كذا لو بطلطيها يومين يعني الرقام دي بتنزل فعشان كده بتخسي بسرعة بس هو كوانس انك ترجعتي ودخلتي نشويات تانية هتزديهم تانية عطول فهي دي الفكرة ان الحرمان نفسه مش حاجة تقدر يتعيش بها طول حياتك مش حاجة اللي هو خلاص يبقى ده أسطوب حياة وان انا بصحى باكل لان عايزاه والكلام ده كله عشان انت في الاخر انت منع نفسك عشان ماشي على نظام معين يعني عمرو فيش فكرة ان انا عشان باكل نشويات فالنشويات دي بتمسك في منطقة البطن والأرضاف مفيش كلام ده حدث بزيك حدث الكلام اللي هو على منطقة معينة لأ طبعا لأ طبعا وزاد خدي اقول لك حاجة كمان انا يعني في البلانتز عندي انا بدي يعني وده العادي مفروض نستعمله ببقى مدي مثلا 10% من 10% من الكالوريز مثلا لو انقول 1500 حتى اخديهم ببقى مديهم مثلا 150 فري كل يوم هيكل شوكولاتاية بقى هيكل منجاية هيكل مش عارف ايه متخزرش ما هو زي ما قولك هو الفكرة في الاخر ان انت تبقي يحب الموضوع اي مش اللي هو طب المفروض ان انا 1500 دول لو انا معظمنا مثلا عنده مفروض تتقسم ازاي 10% اللي انا اكل اللي انا عايزاه بس يعني مثلا 10% دي كده كده بقى بسايبها فري اه والعادي بقى انك هيبقى 40-50% نشويات 30-40% بروتين و10-20% دهون 40-50% نشويات ما هو النشويات طبيعي النشويات هتبقى اكتر حاجة عشان اصلا اي حاجة غير كده انك مثلا لو تقولي عايزة خلي 50% بروتين انت كده تاكل كميات بروتين مهولة يعني احتاج لكميات بروتين اللي هو فهو الطبيعي ان في اي طبق ان في اي حاجة ان المكارونا او السلطة او اللوز هيبقى اكتر من الفراخ او هيبقى اكتر من سورس البروتين اللي جامبه من اللحمة او من التونة الزبط هو طبيعي ان هو الكاربسون اكتر حاجة يعني النشويات طبيعي ان هي اكتر حاجة فهمت طيب سؤال اخيري عمر هل المياه ليه علاقة بالحكاية شرب المياه اه طبعا مهم جدا ازاي؟ شرب المياه يعني هو شرب المياه حالنا دي او حاجة تتفق فيها مع الناس القدامة اه لا شرب المياه ده كأنه هو البنزين بتاع الحرق او كأنه هو يعني في حاجة اللي هو الحرق جسمك هو كأنه اللي بيحفزه وبيشغله يعني حاجة اللي بتخليه شغال نشيط المياه طبعا مهمة جدا يعني لو واحد اتنين ماشينا اتنين نفس الظروف بالزبط وماشينا نفس الدايت بالزبط واحدة بتشرب يعني هو البنات المفروض تشرب من 3 ل 4 دلتر في اليوم والذين من 4 ل 5 فلو واحدة بتشرب 3 دلتر واحد هبقى في فرق طبعا في النتائج يعني في الوزن؟ اه اه في الحرق نفسه لا اللي بتشرب مياه تخس اكتر من اللي ما بتشربش لو هم اتنين بيأكلوا نفس الاكل او نظر هم هم بنتنين توقم نفس الوزن ونفس الطول نفس كل حاجة ونفس الحرق بس واحدة بتشرب مياه واحدة لقا فيه فرق طبعاً اللي بتشرب بس أنا أقول لك هوا كأنه البنزين بتاع الحرق يعني طب فهو حاجة مهمة جداً أسألك سؤال تايم علش النوم مهم برضو مهم برضو بس بقاً مش يعني طبعاً مهم قولناك نم 7-8 ساعات وكلام ده كله بس مش حاجة اللي هو لو ما عملتهاش انت لأ مش هتخس يعني مش لايه حاجة كبيرة قوي بس طبعاً بتفرق يعني طبعاً يعني برضو بتفرق في الحق بس يعني التأثير بتاع النوم أعلم تأثير الماء طب سؤال أخير بجد برضو نفس الكلام يعني مش يعني ده على أرض الواقع يعني ده بتجربة مع كلاينس مش العلم بيقول كذا بس هو عادي يعني طبعاً يفضل لو ما كانتش قابل النوم بساعة ونص ساعتين بس لو كانت قابل النوم بساعة ونمت مش مش تدخن يعني هو الحرق ما بيقفش وانت نايم يعني الحرق اللي بيقفش الحرق وايف وانت نايم انت هتموت مش هتبطت تتنفس الحرق بيقل شوية وانت نايم أول ما تنام أول ساعتين بيقل شوية وده المعضل وبيعلى تاني فهو مش يعني هي زي ما قلت كده في حاجات خوفونا منها في مصر أو خوفونا منها عموماً لو ما تاكلش قبل كذا ما تعملش كذا مش عارف ده الواحد بينام ومع علاقة الرز بقع عمر وقال لك والله أنا هو عادي أو كن ده كن خلاص بعد دليل يعني بس خلاص الحمد لله دكتور عمر والله نورت الدنيا وأنا استفدت 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 وشكرا وعرفت أن أنا عندي 1530 وقال حرما نفسي أعط بقى خلاص الحلقة وأحاكل كم أكل مش عادي شكرا يا عمر بجدت ونورت الدنيا كلها مشاهدات يا عزيزة واباناتي يا الحبيبات فاصل قسير ونرجع لكم منها وغس